أكدت دائرة حماية وتحسين بيئة المنطقة الشمالية أنها فرض غرامات مالية على شركة غاز الشمال ونفط الشمال ومعمل أسمنت كاركوك لتجاوزها قوانين حماية البيئة وأكدت الدائرة أنهم عملوا جاهدين لإنشاء حزام أخضر حول كاركوك إلا أنهم مصطدموا بقضية النزاعات الملكية ابتليت في مواضيع التلوث البيئي الخاص بشركة نفط الشمال وغاز الشمال ومعمل أسمنت كاركوك اللي يحاطون مدينة كاركوك من الشمال والجنوب والغرب حقيقة هذه صارت نوع من النقمة على أهالي كاركوك بسبب ما تطلقهم الملوثات بسبب قدم المحركات أو المكان اللي تعمل بها من ناحية وبسبب الهمال اللي أصيبت بها المدينة منذ أكثر من ثلاثين سنة بسبب الحروب الطاحلة اللي دخل بها البلاد فمن جراء محاسبتنا لهذه الأنشطة وخصوصا لتلوث الهواء حقيقة بلغت مجموع الغرامات اللي فرضت على هذه الأنشطة مجتمعة عام 2013 من قبل مدينة بيئة كاركوك أكثر من خمسمائة مليون دينار عراقي وبالنسبة لمنطقة الشمالية بلغت لأكثر من مليار دينار دائرة حماية البيئة في كاركوك أكدت أنها تستخدم في مسوحاتها أجهزة متطورة جدا لإزالة كل الشكوك التي تعلنها بعض الشركات والجهات مؤكدة أن للبيئة ثلاث محطات لقياس نسبة الملوثات في الهواء الكلفة الكلية للمشروع حوالي مليار وستمائة مليون دينار عراقي هي عبارة عن ثلاث محطات مثل ما قلنا اثنين ثابتة ووحدة متحركة وظائفها تقوم بتسجيل الملوثات الهواء اللي هي عبارة عن أكاسيد النايتروجين أكاسيد الكبريت السوكس والنوكس مثل ما دي نقول عليها وإضافة إلى الدقائق العالقة إضافة إلى الأوزون وأكاسيد الكاربون هاي هاي كلها يتم تسجيلها وتثبيتها بأرقامها مواطنون في كاركوك أيضا طالبوا بتحسين بيئة المحافظة والاستفادة من الثروات النفطية والغازية فيها حيث أكد البعض أن رفع البترو دولار إلى خمسة دولارات ربما يكون من صالح المحافظة سواء وزارة الصناعة من ناحية معمل السمن أو وزارة النفط أنه تجدد الآليات أو الأجهزة المستخرجة من هذه هناك غازات منبعتة مثل من نار الأزلية وغازات منبعتة من استخراج ما زالت مستمرة وتبعث هذه الغازات السامة على مواطنين محافظة كاركوك النفط والغاز اللي موجود في المدينة أكيد عن طريق مشروع البترو دولار يطور المدينة ولكن من ناحية أخرى الغازات السامة والمنبعثة نتيجة استخراج النفط في كاركوك هذا يؤدي لكثير من الأمراض والتلوث البيئي وإحنا عين بالجنة وعين بالنار كما أن خطوط أنابيب ناقلة للنفط تتعرض باستمرار للتفجير والتي تولد الدخانا تزيد من التلوث البيئي في عموم المحافظة سوران الدودي الحرة كاركوك ترجمة نانسي قنقر